رب انت محتاج ايه؟ يعني محتاج واسطة عشان توافق ان انت تمثل مثلا انت تعرض عليك تمثيل كذا مرة ورفضت لا والله مش كده انا كان عندي غلطة في حياتي غلطة كانت شنيعة طبعا لانه فترة من الفترات وخصوصا بعد غمضانيك اعتقد ما فيش مخرج في مصر ما كلمنيش وما فيش حد ما بعتليش وكله كنت حاطت في بالي هدف بشتغل عليه وما تتيسرش غنى وبس مش عاية جزي كنت عدت ثلاث سنين شغال على مسلسل فريد الاطرش وكان كتبه طبعا الراحل طبعا دكتور رفيق الصبان كتب لي فيلم الاول فبعدين لما قعدنا انا هو اللي بقولك فريد الاطرش شخصية سرية جدا جدا وفيه احداث كتير في حياته فمش هينفع نعملها فيلم ساعتين تعال نعمله مسلسل نعوضها بقى حاجة الفريد فحقول فقعدت اشتغل على الموضوع ده بس مش عارف مفيش حاجة تكسر كل ما نوصل ليوم التصوير نبدأ حاجة تحصل يمكن بكرة مين عارف هنا مين عارف يا ريت وسيناريو رفيق الصبان يعني حاجة روعي موضوع كان عالي جدا جدا طبعا بس مع كل اسف ما اصبتش موضوعًا بمينة عارف